بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد جلال مدرس اول ساينز. ان شاء الله بازن الله رب العالمين النهاردة هنراجع للصف الخامس بدائي وهنراجعه بالنظام الجديد اللي هو نظام الاختيار من متعدد. فانا عامل مراجعة عبارة عن تلاتين سؤال عشان نبقى ماشيين مع النظام الجديد في مراجعة. رجاء وفضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان ان شاء الله هنزل فيديوهات مراجعة تانية. بحيث لما تدع فعل زر الجرس هيمصل لك اي اشعار لما نزل اي فيديو. يلا شباب عشان نبدأ المراجعة. بسم الله توكلنا على الله. بنقول كلنا عارفين ان اتجاه الفريكشن فورس. اوبزت هنا يعني عكس. يعني لو كان الفريكشن فورس اب يبقى الموفمينت داون. لو كان الفريكشن فورس ليفت هيبقى الموفمينت فورس رايت. نمبر تو. الفريكشن فورس اعجيبكون. الفريكشن فورس بيتامي between two sevens. نمبر تو. الفريكشن فورس اعجيبكون تو euros. ممبر سري. ممبر سري. الطيبس الخطوةFE من فريكشن فورس. كلنا عارفين ان انواع الفريكشن فورس سري طايبس. اللي هي Hawفكشن بين تو باد وكس من empire. وفريكشن between body and water. إذا لم يسألني تشوز the correct answer types of friction force are? أقول له three types. Number four, the only point it is friction between body and the air. الفرiction between body and the air بسمي air resistance. الفرiction between body and the air بسمي air resistance. Number four, by increased surface area the friction force will increase. طالما زادت المساحة بيزيد معاها الفريكشن force. يبقى boy increase surface area friction force will increase. Number five, when friction force is point movement force the body doesn't move. إمتى البضي يا جماعة ما يتحركش? البضي ما يتحركش لما يبقى الفريكشن فورس اكبر من الموفمت فورس. ولذلك لما يقول لي when friction force is? أقول له greater than movement force the body doesn't move. يبقى نختار greater than. Number six, when friction force is equal movement force. لما يبقى الفريكشن فورس وال movement force equal the body move with constant speed يعني بسرعة سابتة. constant speed يعني بسرعة ايه? سابتة. يبقى number six مرة تانية. when friction force is equal movement force the body move with constant speed يعني بسرعة سابتة. Number seven, relation between surface area and friction force is directly. ليه قلنا directly يا جماعة? لان العلاقة بين المساحة والفريكشن فورس علاقة ترضية. يعني ايه ترضية? يعني كل ما بيحصل زيادة للسيرفز اريا بيزيد الفريكشن فورس. وكل ما تقل السيرفز اريا بتقل الفريكشن فورس. number eight on smooth surface the friction force will in on smooth surface the friction force will? اقول له. يبقى الحاجة النعمة الفريكشن فورس عليها يعني بتقل. يبقى number eight on smooth surface the friction force will decrease. يبقى الحاجة النعمة الحاجة الملساء. الفريكشن فورس بتاعها انكريز يعني بتزيد. number ten by increase speed of body friction force will increase. number ten by increase speed of body friction force will increase. number eleven when friction force is not at zen movement force the body move. امتى الباضي يتحرك? لما يبقى الفريكشن فورس? decrease او لزان. يبقى number eleven when friction force لزان movement force. هاخت الله هنا decrease. لما عاليش لزان? هقول له decrease movement force the body move. يبقى لما الفريكشن فورس باقل من الموفمانت فورس. الباضي will move. number twelve point it is friction between body and water. يبقى water resistance. number twelve. نقط it is friction between body and water. اقول له نقط it directly. number thirteen between friction force and speed of body. اقول له directly. number thirteen relation between friction force and speed of body is directly. لان كل ما السرعة بتزيد بتزيد الفريكشن فورس. وكل ما اه متقل النسبيد بيقل الفريكشن فورس. وبالتالي بقول العلاقة بين الفريكشن فورس والسبيد directly. number fourteen. يعني لما تدعك ايدك في بعضها. اتكونفيرتز بحول انتو. هيت انرجي ولا سيرمال انرجي ولا بوس افزيم اللي اتنين صح. لان هيت انرجي هي هيها سيرمال انرجي يعني طاقة حرارية. يبقى هول له بوس افزيم. لان هيت انرجي وسيرمال انرجي معناهم طاقة حرارية. يبقى اختار بوس افزيم. يعني كلاهما صحيح. number fifteen. point it help us to walk and run. اقول له. number fifteen. number fifteen. friction force between internal parts of machine. اتميك. يا طرى دامش اف ماشين. ولا. اف ماشين. ولا بوس افزيم. اختار بوس افزيم. لان بتعمل دامش اف ماشين. يعني بتتلف الالة. اف ماشين بتعمل تآكل لاجزاء الالة. وبالتالي هختار بوس افزيم. number seventeen point it is same layer that decrease friction force. هقول له بوس افزيم. لان اللبريكنتس والايل اللي اتنين. بتكون same layer that decrease friction force. وبالتالي هختار بوس افزيم. يعني كلاهما صحيح. number eighteen ball bearing. ball bearing have smooth surface جماعة. البول بيرينج سطحها smooth نعمة. عشان تعمل. number nineteen point use the tour decrease friction force. يا طرى. ولا بوس افزيم. هختار بوس افزيم. كلهما صحيح. لان انا عشان اقلل. بعمل. وبعمل. number twenty. when friction. force in a backward direction. the movement force direction in. هقول له forward. يبقى لما تبقى friction force backward. هتبقى movement force forward. ان احنا عارفين ان friction force and movement force عكس بعد. فال friction force لو back. يبقى movement forward. number twenty one. نقط it is existence between two surface and opposite direction of movement force. هقول له friction force. number twenty one. هقول له friction force it is existence between two surface and opposite direction of movement force. number twenty two. from advantages of friction force. من مزايا الاحتكاك. هي البقص to walk. هي البقص to run. بوس افزيم. هاختار بوس افزيم. لان من مزايا الاحتكاك. هي البقص to walk وهي البقص to run. كونترولز بيت افكار لو فيه كمان. يبقى بوس افزيم. number twenty three. relation between surface area and friction force is directly. العلاقة من surface area or friction force is ايه? اقول له directly. number twenty four. when friction force of person through walk. when friction force of person through walk. increase the body consume. البادي بيستهلك. اقول له more energy. لما يبقى الاحتكاك بين الشوز بتاعتي وبين الrood الى الارض increase. هاستهلك energy اكتر. هاستهلك energy ايه? اكتر. يبقى number twenty four. when friction force of person through walk increase the body consume more energy. number twenty five. by decrease surface area friction force will decrease. will a decrease. لان احنا قلنا العلاقة بالservice area or friction force directly. number twenty six. by decreases speed of body friction force will decrease. كل متقل السرعة يقل friction force. number twenty six مرة تانية. by decrease speed of body friction force will decrease. number twenty seven. when movement force equal friction force the body will move in نقطة speed. اقول له constant speed. اقول له constant speed. يبقى لما يبقى movement force equal friction force. البضي يتحرك by constant speed. يعني سرعة سبتة. number twenty eight. air resistance. water resistance. from types of. اقول له friction force. الirresistance والwater resistance جماعة. احد انواع. number twenty nine. direction of friction force is opposite direction of. اقول له movement force. يبقى direction of friction force. عكس اتجاه المنبر سيرتي. اقول له two service. كده خلصنا المراجعة على لسن وان للصف الخامس بتدائي. ان شاء الله بازن الله الاسبوع الجاي. هنزل لكم مراجعة لسن تو بازن الله رب العالمين. اتمنى لكم التوفيق جميعا. واستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.